وقد في يوم أمس في مجلس الأمة الكويتي اجتماع مشترك بين وفد رابطة برلمانيون لأجل القدس برئاسة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر والشعب البرلماني بمجلس الأمة الكويتي برئاسة وكيل الشعب البرلماني النائب الدكتور عبد الواسعي واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية واثاق التعاون مع الرابطة لتعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق العمل لطرح قضية فلسطين في المحافر الدولية وتعزيز صمود الأشقاء في فلسطين المحتلة كما بحث الاجتماع مشروع عقد مؤتمر برلماني في دولة الكويت